أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنتدارس نحو إياكم بمشيئة الله تبارك وتعالى تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وستأخذ منا خمسة مجالس سورة إبراهيم سميت باسم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقد ورد قصته في آخر السورة فسميت به وتسمية السور أيها الأخوة بعضه ورد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دل الدليل على ذكره كتسمية سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وهو الذي نسميه التسمية التوقيفية وهناك تسمية اجتهادية لم يصل لنا الدليل في تسمية هذه السور وبالتالي قلنا أنها اجتهادية ولم يرد الدليل بتسميتها سورة إبراهيم عليه السلام مكية كاملة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهوري من المفسرين خلافاً لبعضهم الذين استثنوا منها ثلاث آيات يرون أنها نزلت في المدينة وهي قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار إلى آخر آيتين حيث يرون أنها نزلت في قليب بدر يعني بعد غزوة بدر ومن المعلوم أن غزوة بدر قد نزلت المدينة والصحيح أن سورة إبراهيم مكية بكاملها وهناك قاعدة فيما يذكره بعض فسرين من هذه الاستثناءات وهو أن نقول لا يصح الاستثناء الأصل أن السورة المكية مكية بكاملها وأن السورة المدنية مدنية بكاملها إلا ما دل الدليل على الاستثناء فالأصل عدم الاستثناء وقد تتبع بعض الباحثين فوجد أنها آيات قليلة آيات قليلة التي تم استثناؤها وصحى الدليل على الاستثناء قال الله عز وجل ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك الحروف المقطعة في أوائل السور تقدم الحديث عنها وخلاصة القول فيها أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى حيث إن الله تبارك وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من مثل هذه الحروف وقلنا قاعدة عندما تكلمنا عن تفسير سورة يونس عليه السلام أن هذه الحروف المقطعة تذكر ويذكر بعدها تماماً ذكر القرآن ما عدى خمس سورٍ ذُكِرَ في أثنائها ذُكِرَ في أثنائها السورة قال الله عز وجل كتابٌ أنزلناه إليك أي هذا كتابٌ أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتابٍ أنزله الله من السماء على أشرف نبي بعثه الله في الأرض إلى خير أمةٍ أخرجت للناس لماذا أنزل القرآن؟ هل أنزل القرآن ليعلَّق في البيوت؟ أو ليُتلى فقط؟ لا الله تبارك وتعالى قال النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنزلناه إليك كتابٌ أنزلناه إليك الهدف الأسمى منه لتُخرِج الناس من الظُلُمات إلى النور أي من الكفر الذي هو منزلة الظُلُمَة إلى الإسلام الذي هو بمنزلة النور فتُخرِجُهم من ظُلُماتهم وغيِّهم وجهلهم وكفرهم إلى نور الإسلام وهدايته وسماحته ورُشده كما قال الله سبحانه وتعالى في آيةٍ أخرى الله وليُّ الذين أمنوا يُخرِجُهم من الظُلُمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يُخرِجُونَهُم من النور إلى الظُلُمات وقال في آيةٍ أخرى هو الذي يُنزِّلُ على عبده آياتٍ بيِّنات ليُخرِجَكُم من الظُلُمات إلى النور ثم قال الله سبحانه وتعالى بِإذْنِ رَبِّهم بيان أن إنزال القرآن وسماع القرآن ليس هو وحده الكافي في الهداية وإنما لا يهتدي ولا ينتفع إلا من علم الله سبحانه وتعالى هدايته وقدَّرَ له ذلك على يد محمدٍ صلى الله عليه وسلم أي لتُخرِجَ الناس من الظُلُمات إلى النور من الكفر إلى الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى الذي يكتُبُ الهداية لمن شاء كما قال سبحانه وتعالى إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وكم حرِص النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمَّه هداية عمَّه حرِصَ النبي صلى الله عليه وسلم لهداية عمِّه أبي طالبٍ الذي وقف معه وناصرَ ولم يخذُلْه لكن حينما لم يكن الله سبحانه وتعالى قدَّرَ له الهداية مَاتَ كافِرًا بل نزلَ عِتَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بقوله إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا مشركين ولو كانوا أُلِي قُرْبَا من بعد ما تبَيَّنَ لهم أنهم أصحاب الجحيم ولذلك يا أخواني الهداية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد ينبغي للإنسان يا أخواني أن يتذكَّر دائماً هذه النعمة من الذي هداك إلى الإسلام؟ الله من الذي أرشدك إلى الطاعة؟ الله من الذي جعلك مسلماً وغيرك يتخبَّط في الظُّلُومات الله تبارك وتعالى من الذي جعلك مصلياً صائماً تخشى الله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا فهي من أعظم النعم أن يمتنَّ الله عز وجل عليك بهذه النعمة وما سواها من النعم المادية دونها بدرجات ثم قال الله سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يُغالب بل هو القاهر سبحانه لكل ما سواه الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره والعزيز والحميد صفتان لله تبارك وتعالى ولذلك جاء بعدها الله الذي له ما في السماوات إلى صراط العزيز الحميد الله سبحانه وقد قُرِئَت الله العزيز لفظ الجلالة بالكسر على أنها بدل من لفظ الحميد والقرآن أتى أن يذكر الصِّفة ثم يذكر الموصوف كما في هذه العزيز الحميد الله وجاء أن يُقدَّم لفظ الجلالة الله ثم تأتي بعده الصِّفات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القُدُّوس السلام إلى آخره فيُقدَّم لفظ الجلالة الله وهذا على قِراءة البدل على قِراءة الكسر والذي هي أن لفظ الجلالة الله بدل من إسمي العزيز والحميد وقُرِئَت قِراءة سبعية متواترة بالضم على الاستئناف بمعنى أن لفظ الجلالة مُبتدَى فيقول إلى صِراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما فيها فبدأ جملةً جديدة ثم قال الله سبحانه وتعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات أي له مُلْكُ السماوات كما قال في آيةٍ أخرى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ثم قال سبحانه وتعالى وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ والويل معناه الشدَّة والبلاء أي ويلٌ لهم يوم القيامة إذا خالفوك يا محمد وكذَّبوك بعد هذا البيان الشافي الكافي الله سبحانه وتعالى يقول في هاتين الآيتين أنه أنزل الكتاب هدايةً للناس وإخراجًا لهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام وأرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو المالك للسماوات والأرض فإن لم يستجيبوا بعد تلاوتك يا محمد لهذه الآيات ولم ينقادوا ولم يسلموا فتوعدهم بالويل وهذا سر خاتمة الآية وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ أي وَيْلٌ لِمَنْ خَالَفَكَ بعدما أنزلنا الكتاب وأرسلنا الرسول ثم بدأت الآية الأخرى أيها الإخوة تُبَيِّنُ سَبَبَ الْمُخَالَفَةِ تُبَيِّنُ سَبَبَ الْمُخَالَفَةِ أو الداعي لهم للمُخَالَفَةِ فقال سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة قال ابن عباس رحمه الله يأخذون ما تعجَّل لهم منها أي من الدنيا تهاوناً بأمر الآخرة ولو تأملنا غواية الناس ومعاصيهم وكفرهم لوجدنا أن حُبَّ الدنيا من أعظم أسباب الانصراف عن الهداية ولذلك من أراد أن يكون مهتديًا فلتكن الدنيا بيديه لا بقلبه فإن حُبَّ الدنيا من أعظم أسباب الغواية بنص القرآن الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فيقدِّمونها ويؤثرونها عليها ويتركون الآخرة وراء ظهورهم بل إن كفار قريشٍ أيها الأخوة الذين نزل عليهم هذا القرآن المكي كانوا يُنكِرون أصلاً البعث ويقولون إنما هي أرحامٌ تدفع وأرضٌ تبلع ولا بعث فهؤلاء لم ينسوا الآخرة فقط وإنما أنكَروها بالكلِّية فكان ذلك من أعظم أسباب ضلالهم وإلا أيها الأخوة لو يعلم الإنسان حال فعله للذنب أنه سيعاقب عليه ما عصى الله ولذلك قال الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو وهو مؤمن إذ لو كان في هذه اللحظة يتذكر معنى الإيمان حقيقة وأن هناك وعدٌ ووعيد ما زنى وما سرق طيب هل اكتفوا هؤلاء بإضلال أنفسهم فحسب وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة في أنفسهم لا بل زادوا على ذلك بإضلال غيرهم فقال الله سبحانه وتعالى وَيَصُدُّونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَصُدُّونَ عَنْ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَيَصَدِّهِمْ وَيَصَدِّهِمْ إِمَّا بِمَقَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ أَوْ بِأَفْعَالِهِمْ وربما الإنسان لا يكون داعية شر لكن الناس ينظرون إليه فيقتدون به ولذلك يتحمَّل وزره ووزر من تأثَّر به واقتدابه ثم قال الله وَيَبْغُونَها الضمير يبغونها يعود إلى أقرب مذكور وهو سبيل الله أن يبغون سبيل الله عِوَجًا أي مائلة عائلة مع أنها مستقيمة في نفسها مفهوم المخالفة يفيد أن سبيل الله مستقيمة لكنهم يريدونها ماذا؟ عِوَجًا ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ هذا من لُّطْفِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادِ أَنْ لَا يُرْسِلَ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلُغَتِهِ وَإِلَّا قَدْ كَلَّفَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار والإعذار طيب وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمَهِ نُلاحظ يا أخواني قومة كلمة قوم جمع ليس كذلك ولسان مُفرَد فَلِمَاذَا لَمْ يَقُلْ إِلَّا بِأَلْسِنَةِ قَوْمِهِ ليوافق الكلمة لماذا قال وحد اللسان قال بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِأَلْسِنَةِ قَوْمِهِ لا نعم يا أخواني فضل أحسنت لأن المُراد باللسان ليس الآلة الذي يتكلم بها الإنسان وإنما المُراد بها اللُّغة لُغَة القوم لُغَة القوم أي وَمَا أَرْسَلْ لَهِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلُغَةِ قَوْمِهِ فاللسان اسمُ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ طيب هنا مسألة أيها الأخوة قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمَهِ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أدلة أخرى من القرآن ومن السنة تدل على أنه أرسل إلى الناس كلهم مع أنهم قد اختلفت لغاتهم فما الجمع بين قول الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمَهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً للناس وقوله قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وفي الحديث بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رُسِل إلى الناس كافة بلسان قومه وهم العرب ونُزول القرآن بلسانهم الذين هم أفصح الناس مع الترجمة لباقي الألسن كافٍ لحصول الغرض من ذلك وأبعد عن تحريف القرآن وتبديله وأسلم من التنازع والاختلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم أُرسِل إلى العرب بلسانهم وإلى بقية الأمم عن طريق الترجمة وهنا يا أخواني تأتي أهمية ترجمة القرآن يا أخواني والعناية بها وينبغي أن يقف وراءها الدول وإبلاغ بجميع لغات العالم حتى نُحقِّق هذه الآية ولا تعني هذه الآية أيها الأخوة أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرسِل إلى العرب خاصة أبداً على المُحكَم في القاعدة وقد تكلمنا على هذا في أو مطلع سورة آل عمران فمن استدل بهذه الآية على أنه أُرسِل إلى العرب خاصة كيف يفعل بقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرسِل إلى العرب وأما بقية اللغات فيترجم القرآن معاني القرآن لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أُرسِل إلى الناس كافَ عربهم وعجمهم بجميع اللغات ويتحتَّم على العرب العارثين بلغة القرآن السعي ونشر ترجمات القرآن وكم سمعنا أيها الإخوة كثيراً ممن أسلموا عن طريق ماذا ترجمت معاني القرآن فلنحرص حرصاً كبيراً أيها الإخوة وهذه رسالة إلى المنظمات والمؤسسات العلمية العاملة بالحرص لأنه قد دخل في ترجمة القرآن أناسٌ لا يُحسِنون الترجمة بل أساء إلى القرآن أكثر من الإحسان وأنتم تعلمون أنه لا يُمكن ويستحيل ترجمة القرآن ترجمة حرفية يعني لا يُمكن أن يأتي أحد يُفسِّر القرآن أو يُترجم القرآن ترجمة حرفية وإنما الموجودة التراجم هي ماذا؟ للمعاني أما ترجمة القرآن حرفياً فمستحيل وإن ادعاه مدعي قال الله عز وجل فيُضِلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يُضِلُّ تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق هذه الآيات يا أخواني تُبَيِّن لك أن توفُّر أسباب الهداية لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله في الآية الأولى لما قال كتاب أنزلناه إليك لتُخرِج الناس من الظلمات إلى النور قال أيش بإذن ربهم فإن توفُّر الكتاب المُنزل والرسول المُرسل لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله تبارك وتعالى للعبد وكون هذا الكتاب بلسان قومه لا يعني كذلك هدايته فهؤلاء صناديد قريش كم مات منهم من الكفار وهم أعلم الناس بل هم في يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فيضلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز سبحانه أي وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتُخرِج الناس كلهم وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى ليُخرِج قومه من الظلمات إلى النور فدعوة الأنبياء متفقة وإن اختلفت الشراء لكن أنت يا محمد أنزلنا عليك الكتاب الذي هو هداية للناس لتُخرِجهم من الظلمات إلى النور وأما موسى فأرسلناه بآياتنا أيَّدناه بها ليُخرِج الناس كذلك من الظلمات إلى النور والآيات المُرادة في هذه الآية هي الآيات التسع الذي أُيِّد بها موسى عليه السلام ما هي هذه الآيات التسع مذكورة مفرَّقة مرَّت عليكم في سورة الأعراف في قول الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصِم من الثمَرات ونقصِم من الثمَرات ونقصِم من الثمَرات لعلهم يذكَّرون فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقُمَّلَة والضفادِعَ والدمَة إذن آيات التسع وكذلك في آيات أخرى دلَّت على العصَى واليد إذن آيات التسع هي العصَى واليد والطوفان والجراد والقُمَّل والضفادِع والدمَ والسنين ونقصِم الثمَرات وهي مفرَّقة ومذكورة كلُّها في سورة الأعراف لأن سورة الأعراف هي أطول قصةٍ لموسى عليه السلام أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ من الظُّلُمَات يحتمل هنا في هذه الآية الظُّلُمَات والنور هنا يحتمل أحد معنيين المعنى الأول أن الظُّلُمَات هنا الكُفر والنور هو الهداية والإسلام كما في أول السورة الاحتمال الثاني أو القول الثاني لأهل التفسير من الظُّلُمَات أي من الذِّلِّ والعُبُودية إلى العِزَّة والظُّهور اللي هو النور بأمر الله ما الفرق بين القولين إذا قلنا بالقول الأول دلَّ على أن بني إسرائيل الذي بُعِث فيهم موسى كانوا قبل بعثته غيرُ مؤمنين وإذا قلنا بالإحتمال الثاني فدلَّ على أنهم كانوا على دين إبراهيم وإسرائيل قبل مبعث موسى فالظُّلُمات يرادوا بها ذلَّ فرعون وهوانهم على فرعون واستحياء معبوديتهم لفرعون أيهما أرجح الآن واضح يا إخواني الفرق بين القولين أليس كذلك؟ إذا قلنا إن المراد بالظُّلُمات هي الكفر والنور هو الإسلام فمعناها أن موسى عليه السلام بُعِث في بني إسرائيل وهم غيرُ مؤمنين وإذا قلنا أن الظُّلُمات هي الذل والعُبودية إلى العِزَّة فالمراد أنهم كانوا على دين أبيهم إبراهيم وإسرائيل له يعقوب عليه أو عليهم السلام أيهما أصح؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن القول الأول هو الصحيح وأن المراد بالظُّلُمات هنا الكفر إلى النور إلى الإسلام وهو رأيُّ الإمام الطبري رحمه الله وهو رأيُّ الإمام الطبري رحمه الله وليُناسب ذلك سياق الآيات فإن المراد بالظُّلُمات في أول السورة فهناك تشابه بينها أي كما أرسلناك يا محمد بالكتاب لتُخرج الناس من الظُّلُمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى بآياتنا ليُخرج الناس من الظُّلُمات إلى النور ثم قال الله سبحانه وتعالى وَذَكِّرْهُم بأيَّام الله وَذَكِّرْهُم بأيَّام الله أي بأيَّاديه ونِعمه عليهم في إخراجهم من أسر فرعون أي ذكرهم بالنعم التي امتنَّ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حينما أخرجهم من ذُلِّ فرعون إلى العز وحينما فلق لهم البحار وأضلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم التي امتنَّ الله بها على بني إسرائيل أي ذكر يا موسى بني إسرائيل بأيَّام الله وهذا هو رأي مُجاهد وقتاده أن الأيَّام هنا هي نِعم الله وأيَاديه على بني إسرائيل القول الثاني أن أيَّام الله هي وقاعِعُ الله عز وجل في الأُمم السَّالِفة قاله ابنُ زَيْدٍ وَمُقَاتِلٍ أي ذكِّرهم بالأُمم الهالِكة ليتَّعِظوا هل هناك فرقٌ بين القولين أيها الأخوة كيف؟ طيب ممتاز غيره وذكِّرهم بأيَّام الله هل الخطاب لموسى ولا لمحمد إن كان لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فيتعيَّن القول الثاني اللي هو إيش؟ الأُمم ولذلك يا أخواني لابدَّ الإنسان يا أخواني عندما يُرجِّح الأقوال التفسيرية يتأمَّل في سياقها لا يُرجِّح قولاً بدون أن يتفكَّر في معناه إذا قُلنا وذكِّرهم بأيَّام الله فيجوز أن يكون القول الأول مرادًا والقول الثاني مرادًا كذلك ولا تعارض بينهما إذا كان الخطاب لموسى عليه السلام واضح يا أخواني؟ طيب الحمد لله ثم قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار أي في الضراء وشكور في السراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فالله عز وجل يقول هذه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي ما وقع لبني إسرائيل آية وسلوة وعبرة وعظة لكل من ابتلي فلا بد أن يصبر لأن بني إسرائيل صبروا وظفروا فهي عبرة لكل إنسان والواجب وقت الضراء الصبر كما أن الواجب وقت الضراء الشكر يا أخواني ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بإيام الله عندهم ونعمه عليهم أذكروا نعمة الله عليكم تذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ وفي سورة البقرة يُسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ فَلِمَاذَا أَتَى هُنَا بِالْوَاوُّ وَهُنَاكَ بِلَوَاوُّ ما سر ورود الواو هنا في سورة إبراهيم الجواب يا أخواني أنه في آية البقرة فُسِّرَ سُوءَ العذاب بأنه يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ما هو سوء العذاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ فالقتل يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ فسوء العذاب المُفَسَّر هو ماذا؟ القتل والاستحياء أما في سورة إبراهيم فإنه ذكر الاستحياء السوم سوء العذاب وجعل التذبيح والاستحياء شيئًا آخر فقال يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب وَكَذَلِكَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ فَعَطَفُ فجعل سوء العذاب غير التذبيح والاستحياء وهذا سرُّ ورود الواوي في سورة إبراهيم عليه السلام وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الأول من سورة إبراهيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر